السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أم ميار لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحبتي في الله يريد تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن الثوم للمرأة المتزوجة في المنام عليهما يا دول؟ ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة للمرأة المتزوجة لو شافت نفسها أن هي بتشتري الثوم أو أمامها ثوم أو توم كتير ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على أن هي سوف تحصل على الكثير من الأموال بس هنا عن طريق زوجها من خلال العمل ليه وأن العمل دوت هيكون فيه أرباح كبيرة جدا ليه هيجي عن طريقها أموال كثيرة وهي سوف تنعم بهذه الأموال طيب لو المرأة شافت نفسها المرأة المتزوجة شافت نفسها أن هي بتطبخ الثوم أو بتطهي الثوم ده بيدل على إيه؟ برضك هنا بيدل على الرزق والخير والبركة وأن هي هتنول رزق كثير بأمر الله وخير مليان بركة بأمر الله تعالى بس هنا الرؤية هنا بقى فيها أن هي هيجيلها الميل ده بس بعد مشقة وتعب في العمل اللي هي بتعمله أو اللي زوجها هو بيعمله يبقى فيه هنا رزق وخير جاي بأمر الله بس بعد مشقة شوية وتعب في العمل وأيضا برضك أن هنا رؤية الثوم في المنام للمرأة المتزوجة لو شايفة أن هي مسكة ثوم أو توم ده بيدل برضك هنا على الشفاء من المرض لها أو لأحد أفراد الأسرة عندها يعني لو أحد من أفراد الأسرة كانت تعبين ده بيدل على أن فيه فرج ليها والمريض بأمر الله تعالى والشفاء من المرض بأمر الله تعالى وكمان برضك بيدل على تبديل أحوالها للأفضل وللأحسن بأمر الله تعالى وكمان رؤية الثوم هنا بصفة عامة للجميع بتدل على الخير والرزق والبرقة وتحقيق الأمنيات وأنه هنا هو بس هيجي بعد مشقة وتعب شوية يعني رؤية الثوم بتدل على الخير جدا والرزق اشتركوا في القناة